اكد معالي شيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ان سياسات الحكومة المنبثقة من برامج عملها ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 والمرتكزة على الانفتاح ومنح المزيد من التسهيلات قد اتت بثمارها مع التنامي الملحوظ في اجتذاب مشاريع استثمارية حيوية واستراتيجية ذات علامة تجارية مرموقة اقليمية وعالمية وقال معالي لدى زيارته موقع مشروع مجمع الافنيوز البحرين المحاذي لكورنيش الملك فيصل بان هذا الصرح التجاري والاستثماري يقف في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدة جنبا الى جنب مع مشاريع اخرى شاهدا على جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في سبيل المحافظة على موقع البحرين الريادي كمركز تجاري في المنطقة لا يزال يتمتع بمستوى عال من الثقة بالنسبة الى المستثمرين الى جانب المساعي الحكومية الحثيثة للعناية بتطوير الوجهات البحرية واوضح معالي ان ما يدعو الى التفاؤل بواقع ومستقبل الحركة الاستثمارية في البحرين هو ما تؤكده التقارير الصادرة عن المركز البلدي الشامل التي تشير الى استقرار اعداد تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية منذ مطلع العام ولغاية منتصف اغسطس الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من الاعوام الماضية لا سيما مع دخول المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير وتوقع معالي مع مضي الوقت في تطبيق هذا المرسوم بقانون ان تشهد حركة البناء الاستثماري انتعاشا اكبر مما هو عليه اليوم وذلك مع تغير النهج المتبع في تعاطي مع ملف البنية التحتية الذي اصبح يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاصة على نحو يضمن تحقيق استدامة ومع وعي وتفهم المطورين العقاريين والمستثمرين لانجاح هذا التشريع المتقدم والمتوازن وحيا معالي الشيخ خالد بن عبدالله جهود القائمين على هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه ان يساهم في رفض الاقتصاد الوطني بمقومات التنمية وتحريك عجلته بكل قوة ونشاط عبر ما سيؤثره من فرص وظيفية للعمالة المحلية فضلا عن تعزيزه لموقع البحرين كواحدة من اهم وجهات السياحة العائلية في المنطقة وتبع معالي بالقول اننا نستذكر الاحتفالية التي جرت اواخر سبتمبر 2014 والذي شهدنا فيه وضع حجر الاساس لهذا المشروع فان انظارنا تتجه نحو اواخر اكتوبر المقبل لنشهد فيه لحظة الافتتاح الرسمي للافنيوز البحرين الى جانب عدد من المشاريع الحيوية الاخرى التي سيتم افتتاحها خلال ما تبقى من العام الجاري والذي يليه لتضيف جميعها قيمة حقيقية الى مسيرتنا الاقتصادية والتنموية من جانبه اعرب السيد محمد عبدالعزيز الشايع رئيس مجلس ادارة شركة المباني وشركة تطوير كورنيش الملك فيصل عن جزيل شكره وتقديره لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة على تفضل معالي بتلبية دعوة زيارة المجمع للاطلاع على سير العمل فيه قبيل افتتاحه الرسمي عرفانا بما قدمته الحكومة الموقرة من تسهيلات خلال مرحلة التنفيذ عكست سياستها الايجابية والمحفزة لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع الناجحة الامر الذي شجع الشركة للتوسع باضافة المرحلة الثانية من المشروع مشيرا الى ان الافتتاح المقرر في نهاية اكتوبر المقبل سيكون للمرحلة الاولى من المشروع التي استغرق بناؤها حوالي سنتين بتكلفة تصل الى 60 مليون دينار بحريني ترجمة نانسي قنقر